السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخرج الوطن الناس اللهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيردي زاد قناة اللي غادي نتكلموا على بعض المحللين اللي كنا نقولوا هدرنا عليهم شننا احنا يا القناوات تواعنا اللي اليوم داروا وقال لكم الله هذو منافقين نقول لكم يا ودي هذه القناوات المصرية الصحافة المصرية يتخدم خدمة تضغط على الفارق الوطني بطريقة غير مباشرة كانوا يديروا او ما يديروا ضد الأندية يديروا يخدموا هذا السوال فارق كبير فارق كبير يوجه وقال انظار ذلك الفارق يتحطب انا نقولوا بلي مصر بيت العام مع جنوب افريقيا بيقيلوا منهار وربهم مع جنوب وهما طايحين على الجزائر فارق كبير جزائر 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 وانا اقول ذلك كامل مهوية رح يتبع الصحافة المصرية شاك تقولوا الجزائر فارق رامي يتقلوا فينا رامي ان بعد دارنيو مارش قال لكم الله مصريين منافقين تقول لكم ما قال لكم كل حمار قاعدين مجمعين السبع حاجي فيهم السبع حاجي فيهم قال الناس تضحك قال هو ايش يضحك الحمار ما اضحك مولو قال وعد الخمسية من الستية صابوا قاعد عن تسجرة يضحك القاوة سقسيها سقسي جزي بفاية سقسيها قالوا واسي الحمار ومالك قالوا لا تفكت هذه الخطرة من السبع كان يحاجي فينا ذا هذوي نثهمتها وراني نضحك قالوا ما هذوي نثهمت راني نضحك هذي على ذقانا والتوانا والصحافة توانا اغبياء جباناء حوثالة فئران قادرة الخاوانا والمرتزقة هذو ما هذوي نقولكم عليهم وان محلل مصري يهين محرز بعد مباراة نيجيريا وان لم يتجرع بعض الاعلامين المصريين التأهل المنتخب الوطني الجزائري الى نهائي كأس امم افريقيا في بلدهم وخرج المحلل المصري متحد شلبي بالتصريحات غريبة يقلل فيها من قيمة رياض محرز يو دي رياض محرز مشينتوما وانتوما والله ما تغيذونا احنا غايضتنا هذو هنا لي كانوا هارا صالح خرج دوزيان تون ما هذروشوي وحنا اللي هنا محرز ملكي محرز يلعب محرز رابط العلامة الجزائيو يجري فيه في اوروبا ويجري فيه في الافريك لالامانة وروح رياضية بكل روح رياضية صالح احسن من محرز روحوا ندبروا كاش وقت اخر هذا صايدو ماني قذبوا في صايدو ماني روحوا روحوا قولوا صايدو ماني احسن من محرز وان وضح محلل المصري قائمة تاظن بعض اللعابين العرب والافريقاء ويقال انهم فخر افريقيا وعاكم عارفين شكائنا نحن نحن ندبروا باواين قالهم محرز فخر l'afariqa ولا نحن نحن ندبروا كاش بعد كل afariqa وشامال ابريقيا والعرب نحن نشوف نقول خمكما نحن نحن محرز مثل الجزائر والله العظم محرز مثل الجزائر والله العظم ما شبهم نقولون شبهم مثل الجزائر وشامال ابريقيا وصعيق أنا كنتما كنت أن أدروا updates لم أحبّوا القدرة بل أدروا لم يكن من دوما يلعج لنا أو أشياء المنزوجين كذلك هل أن sprintوا بم آنожалуй أن fall لها رجالة فانيك رجال يربده غير راجل يربده غير راجل والخابيث ان شاء الله بربي يكون جوا من المصري يدخلوا ويدخلوا الحراش ان شاء الله بربي وتأتي كل هذه التصرفات بعدما أطلقت بعض الجماهير العربية على محرز لقب فخر العرب بعد تأهل إلى النهائي كأس أمم إفريقيا وان شنا كيفاش بالفيديو بالحصة وشنا كيفاش وان نقولوا باللي محرز قالهم سوف نكتب بالتاريخ أمام سينيقال وهذا النهائي سيعيد شعب أكمله وأنا فاخور واش راني ندير في بلادي أنا فاخور وان أعرب العاب رياض محرز وان عن المنتخب بلاديه أمام سينيقال بسبب الضغوطات اللي بغي اللي رغم يعيشوهم فيها وانحنا نعرف باللعابين اللي بدن نقولها لعابين محترفين يعرفوا يعرفوا كما نقوله يعرفوا المهمة تاحهم عارفين مهمة تاحهم عارفين كيفاش يجنبوا الخاطر وانفاني كما ننسوش غياذ محرز وينلقاه مجموعة وانلقاه مدرب يعرفوا كيفاش يوصلوا معه البر الأمان وانحنا نعرف كيفاش معه ماجر ليله لا يتفكر ماجر نقول ليله لا يدروع المدرب بتاع نيجيريا وين يوشيد بمحرز ويطلق عليه هذا الوصف وين أبدأ المدرب بتاع نيجيريا إعجابي الشديد بالدولة الجزائرية غياذ محرز بالنظر للدولة الكبير الذي لعبه في قيادة الخض لنهائي أمم إفريقيا كيفاش مدربين دي زوروبيا اللي يعرفوا يقيموا اللعب يا هادو الحقيقة ما يكذبوش ما يكذبوش كيما احنا عنا لهنا لهالكوتيبوار اللي خرج دو بيناتي مبول حي ما جبدوش قاعلي قلعو 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 ملا دي فانسور ملا دي فانسور قلعو 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 ونصرح بخصوص المدرب التعنيجيريا محرز ون بعد المواجهة لقد كانت ركلة حرة قلعو ونصر ونصر قلعو قلعو أو أن تتبع في جرته ضروك رياض محرز تتبع جرته الناس مشان وناسين وان أضاف المدرب رياض محرز كان رائع وفي موعد الذي سمح له بنقد المنتخب بلاده إلى الدور النهائي وهو مشكور على ذلك لقد إنهزمنا أمام فارق كبير أقصينا أمام لعابين عالميين أمثال رياض محرز ويذكر أن القائد رياض محرز منح التأهل للمنتخب الوطني في آخر دقيقة من قد يش ننسيها على بيكم في الربعة وتسعين وتسع وعشرين ثانية ربعة وتسعين دقيقة وتسع وعشرين ثانية باش تكونوا على بيكم هذا الإعلام المصري كما قلت لكم والإعلام بتاعنا صار يوم كما الحمار يقول سيمانة باش يثهم قلنا بلي هذه الضغوطات لو يدروا فيهم من عند الصحافة من عند الإعلامين المصريين ما هيش كاينة حاجة نحن نشعرنا أخر يقضر بالميكرو يجري عند المصار ماذا تقول للمصر؟ بعد التال تال تال يا سيمان تين من البعد فاق بلي كامل ما هو فاق جاب يثهمنا بلي الشعب منافق تاع مصر لا نحن فايقين من هاللول وقلنا بلي يودي هذا الإعلام المصري ما هو السهل وانتوما تبقى للنسخة تاع المصريين بسرح المصريين يشكروا بلادهم انتوما أعداء بلادكم ها يوى باش يكون على باكم من المهم يهدروا في محرز ما يهدروا في محرز محرز راح في النهائي وصالح التاحهم راح يفوت في الباكنس راي سيد في الحوت تاق العامل يفادوا ميقولون سيد في الحوت ديرشورت محسن شعرون أبو مكة ويسي فورتي في السينيقال ويحوص يحشد أكبر مناصرين مصريين ضد الجزائر ولا هني دلك هاك صلاح أخلاق صلاح أحسن صلاح 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 ايلم في ابن عمه باش يسيف بورتو سينيقال باش يقالهم في طول صايدو ماني صديق تاعي ويراهي أخلاق تأبو العرب فخر العرب الوحدة العربية ويراهي ولا غيمي تكونوا ملاح تتفكروا الوحدة العربية قادين هالجبعات شوفوا العجب إن شاء الله بربي والجزائر سوف تقول كلمتها في الآخر وسوف نفوس إن شاء الله إن شاء الله بإذن ربي إذن الله قادين الوضوع نردو نغريتا تحيي الجزائر تحيي الجزائر